أمريكا والأعباط المقيمين في أمريكا عدد ليست بقليلة يعني ما فيش إحصاء رسمي لكن تأديراً لإحصائيات كل كنيسة وكل إبراشية قدرنا نوصل لأعداد ربما قريبة شوية من مليون ونص قبطي عايشين في الولايات المتحدة الأمريكية معظمهم عايش في الاستكوست تحديداً نيورك ونيجيرسي ثم بيأتي بعديهم أقباط كاليفورنيا وبعد كده بيبدأ أعداد الأباط تقل وفقاً لتواجدهم بتيكساس، بأوهايو، ببوستون، بأريزونا، بواشنطن، سياتل يعني لكن تعتبر الأعداد الأكثر هي في نيورك ونيجيرسي وكاليفورنيا في فكرة ترحت وقام بها أحد الأساقف الأجلاء وهو نيافة الأنبى يوسف أسقف جنوب أمريكا وهي إنشاء مدارس كبطية ربما عددها مش كتير لكن بشكل وبآخر هذه المدارس الكبطية موجودة في أمريكا في مدرسة كبطية بنورث كالورانيا، في مدرسة كبطية بفلوريدا، في مدرسة كبطية في تينسي وأعتقد إن كمان في مدرسة كبطية دول تحت الإدارة وإشراف نيافة الأنبى يوسف في مدرسة كبطية أخرى موجودة ناحية نيوجيرسي يعني ربما هنتأكد من النقطة دي قريب لكن فكرة وجود كناس سوري مدارس كبطية في أمريكا أمر أهم جدا لأن المدارس الكبطية دي بشكل أو بآخر الأهالي أو الأسر المسيحية الكبطية اللي جاي من مصر خايفة على أولادها من التعليم اللي بتنتشر في المدارسة العامة للأسف تعليم خاصة به الشزوز الجنسي بالإجهاد الأطفال والشباب اللي في المدارس بالذات الهاي سكولز بيوصلوا لمراحل من الانحراف فيها مخدرات وفيها علاقات غير طبعية أو شزة وفيهم كمان طلاب بنسمع بين حين وآخر على إطلاق رصاص يحملوا أحد الطلاب على الزملاء وعلى مدرسين فإحنا مش عايزين حال التقوقع لنا يعني إحنا مش جايين هنا في مجتمعات غريبة عننا أو أجنبية علشان التقوقع كان هنا عايشين في مصر ودي كانت نصيحة أحد الأفراج ليه أول ما جيت بل إيش حالة التقوقع دي؟ يعني اتعامل وانفتح للمجتمع الأمريكي خد الحلو من هنا وخد الحلو من هنا وخد اللي يتوافق معاك ومع تربيتك وأخلاقك وكمل لا تتقوقعش داخل أروقة الكنيسة فقط والمعلومة دي صح لكن أصبح الآن المدارسة الحكومية الأمريكية خطر على أولادنا بعضها خطر على أولادنا ووفق للتعليم المثلية جنسية اللي احنا كلنا نرفضها مش بس أباط مصر الشرقيين كلهم وأيضا القوانين الإجهات اللي بيزعم البعض أن بايدن هيمررها أيضا العنف الطلابي أيضا الانحراف في المخدرات والخمور وما غير ذلك أمر نحن نجرب معتدين عليه فكان هناك بديل قام به زي ما قلت الأنبى يوسف في إيجاد مدارس كبطية في أمريكا بتعلم المناهج الأمريكية الطبعية المسموحة من وجارة التعليم الأمريكي وأيضا بتراعي من خلال مدرسانها ومن خلال منهج أو سياسة هذه المدرسة البعد عن كل إشكاليات لا ترتبط بطبعاتنا المسيحية أو أخلائنا أو تعلمنا أو تربيتنا بعيدا عن المثلة جنسية بعيدا عن الإجهاض بعيدا عن الخمور بعيدا عن المخدرات بعيدا عن حمل السلاح بعيدا عن أي مخاطر بالتالي حقيقة أنا ببادر مع كثير من الأسر الكبطية في الحاحة على انتشار هذه المدارسة الكبطية في أمريكا عندنا تجمعات كبيرة حقيقة أنا ما سمعتش لحاجة الوقت هنا في كاليفورنيا اللي فيها نسبة لا تقل عن نصف مليون كبطي عن وجود مدرسة كبطية حقيقة أنا بقول ما عرفش المعلومة دية صح ولا لا أنا غير متأكد أن في مدرسة كبطية هنا في كاليفورنيا لكن إذا وتواجدت مدرسة واثنين وثلاثة مع اختلاف الأماكن مثلا ما بين لوس أنجلوس وسان دييجو وسان فرانسيك وساكرامينتو خدوا بالك المساعدة الشاسعة جدا يعني ما بين مكان ومكان ملا كله عن ساعتين أو ثلاثة بالعربية لما يكونش في مدارس في أكثر تجمعات للأجباط في هذه المناطق داخل الولاية لما يكونش مثلا في نيو جيرسي في نيويورك في بوستون في أوهايو في ماتشجان في تيكسس في أليزونا أكبر تجمعات للأباط في هذه الولايات انتشار لوجود مدرسة كبطية يكون للأسر حرية الاختيار ما بين أن هي تقدم لأولادها في هذه المدرس حفظا عليهم من الانحرافات الأخلاقية والتعليم الغير متفكة مع مسحياتنا في المدرسة الأخرى أو أن هما يكملوا مع مدرسة تانية مع وضع الريسك أو المخاطرة للتعليم اللي بياخدوها أولادهم والتعاملات مع أطفال وشباب تانيين حل ده هيحدث تقوقع ما أعتقدش لأن هما الأطفال بشكل أو بآخر أو الولاد بشكل أو بآخر بيكبروا وبتعلموا تعليم صحيحة لكن أيضا بيندمجوا مع الأمريكانز في أمور كتير قوي خاصة بالحياة اليومية فربما هي مبادرة وتمنى أن يستمع عليها من قبل السادة سواء السادة القائمين على إدارة شؤون الكنيسة القطية في أمريكا من خلال الأسقفة وإبرشياتهم أو من خلال رجال الأعمال لأن الكنيسة إذا كانت هي اللي هتشرف على هذه المدارس أو هذا المشروع فمش يبقى عندها المادة الكافية لذلك فبرضو يكون في رجال أعمال أقباط ودول موجودين موجودين أن هما يبقوا support وداعمين أو sponsors دعمين لإنشاء هذه المدارس وهي تصرف عليها هما هي جنوب في المستقبل من أمور تحصيل الرسوم للتحاكب هذه المدارس لكن بشكل أو بآخر الكنيسة تشرف على الأمر ورجال الأعمال الأقباط يقوموا بدعم وتمويل هذا المشروع فربما تنتشر المدارس القطية ولا تكتفي بمدرستين ثلاثة أربعة في كل أمريكا تكون في كل أماكن اللي متواجد فيها أكبر نسب للجاليات القطية في الولايات ويكون للأسر حرية الاختيار ما بين دخول أولادهم في هذه المدارس والحفاظ على أخلاهم وتعليمهم أو أن هم يعني يستسنوا هذه التجربة ويفضلوا أولادهم في المدارس الأمريكية العادية وهنا يبقوا عرضا للمخاطر اللي ربما تلاحقهم من التعليم الغير مسيحية اللي بيتعلموها هناك اشتركوا في القناة